أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن اعتقاد بلاده أن فرد عقوبات على روسيا حالياً قد لا تحقق أثر رادع لأي عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا وقال بلينكين أن الغرض من العقوبات هو ردع أي عدوان روسي وإذا فردت الآن فربما تفقد تأثيرها الرادع مضيفاً أن كل ما تفعله واشنطن بما في ذلك التنصيق مع أوروبا بشأن العواقب الجسيمة التي قد تواجهها روسيا يأخذ في الاعتبار حسابات الرئيس بوتين وكيفية ردع روسيا واثنية عن الإقدام على أي عمل عدواني حتى في أثناء الانخراط في حوار دبلوماسي معها ومن جانب آخر أكد بلينكين أن هناك عدد من المجالات تعتقد أنه من الممكن لنا أن نعالج مخاوفنا المتبادلة بشأنها بطريقة مرضية للجميع مثل الأمن في أوروبا وإبداء قدر أكبر من الشفافية ونشر منظومات الصواريخ وأشياء أخرى